اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وأي مسجد يقام لإلحاق الضرر والأذى بالمسلمين أو أن يكون قد بني على رياء وسمعة أراك تتهيأ للخروج يا أبا مازل إلى أين؟ لقد دعاني السيد أمين الصاير لافتتاح المسجد الذي قام ببنائه جزاه الله خيراً لن أتأخر إن شاء الله في أمان الله جعله الله في ميزان حسناتك يا سيد أمين أرجو من الله ذلك فلتسمح لنا بالانصراف أرجو أن تشرفاني بالمنزل فقد أعدت زوجتي مأدبة صغيرة بهذه المناسبة لا أمان إن كنت مصراً حسناً حسناً إذن هيا بنا واضح أنه قد تكلف مبلغاً كبيراً بالفعل فبيوت الله يجب أن تبدو دائماً في أبهى صورة وقد بنيته لوجه الله تعالى ولخدمة أهل الحي جزاك الله خيراً إنه ليس أول مسجد يبنيه زوجي جزاك الله خيراً مدامة النية أن يعبد الله سبحانه وتعالى فيه وحل لغير ذلك تبنى بيوت الله؟ قد تبنى أحياناً تفاخراً ورياءاً وسمعة سمحك الله يا سيد عدنان والله ما بنيته إلا لوجه الله ما قصدت شيئاً والله ولكن التاريخ يحدثنا عن مساجد أقيمة لأغراض أخرى مثل مسجد الضرار الذي أمر الله نبيه محمداً صلوات الله وسلامه عليه ألا يصلي فيه أبداً وما قصة هذا المسجد؟ فليحدثنا عنه السيد عدنان بل حدثنا أنت عنه يا سيد أمين ما دمت قد ذكرته إنه المسجد الذي أقامه المنافقون بالمدينة ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين فأنزل الله الآيات وقال لنبيه لا تقم فيه أبداً وهي أيضاً حكاية أبي عامر الملقب بالراهب والذي أسماه من مصطفى صلوات الله وسلامه عليه بالفاسق كان لأبي عامر مكانة عظيمة وشرف رفيع في قومه فلما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واجتمع حوله المسلمون من المهاجرين والأنصار وصار للإسلام قوة ومنع لم يعجب ذلك أبا عامر وأظهر الحقد والعداء للمسلمين أراد أنت عما يحدث يا ابن سلول؟ لا تزد أوجاعي يا أبا عامر لقد كنت على وشك أن أتوج مالكاً على يثرب فجاء محمد وسلباني الملك وأضاع مني التاج وماذا أنت فاعل يا كبيرانا؟ لم أعد كبيركم هل سنظل هكذا صامتين مستسلمين؟ وماذا يمكن أن نفعل؟ وقد ضم إليه قبائل الأوس والخزرج غيب تظن فيك ابن سلول ماذا تريدوني أن أفعل؟ هل أتصادم معه؟ نعم تواجهه ولا تستسلم يا أبا عامر لا تدعي الغضب يطيح بعقلك ولكن عليك بالصبر والحيلة حتى نظر بما نريد؟ ماذا تقصد ابن سلول؟ إن محمداً يظن أني معه وهو يثق بي ولكني أتواصل مع أعدائه من يهود خيبر وبني قريضة ومع سادة قريش للإطاحة به ووأد دعوته التي جاء بها وساعتها يعود لي الملك على يثرب وأسترد تاجي الذي سلبه محمد لكني لا أطيق صبراً وماذا بيدك أن تفعل يا أبا عامر؟ سترى وتسمع يا ابن سلول وذهب أبو عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا الدين الذي جئت به يا محمد؟ قال صلى الله عليه وسلم جئت بالحنيفية دين إبراهيم عليه السلام فأنا عليها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست عليها بل عليها إنك أدخلت يا محمد في الحنيفية ما ليس منها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت ولكني جئت بها بيضاء نقية الكاذب أماته الله طريداً وحيداً غريباً قال النبي صلى الله عليه وسلم أجل من كذب فعل الله تعالى به ذلك ولا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم يريد من عوف أن يصبقون في كل شيء ولكن هيهات أراهم كذلك دائماً يا وديعة وأنتم تحاولون أن تطاولوهم فماذا جد في الأمر؟ تعلمين يا أم سعد أنهم قد بنوا مسجد قبال وقد بعثوا للنبي لكي يصلي فيه فأتاهم وصلى فيه كما طلبوا ونحن بنوغن نشاهدهم يفعلون ذلك ولا نحرك ساكناً لا والله وماذا أنتم فاعلون يا وديعة بن ثابت؟ سوف ترين وهل هناك ضرر في بناء مسجد إلى جوار مسجد قبال؟ لا يا أبا عامر ما دمت ترى ذلك يا وديعة بن ثابت فلما التردد؟ إن هذا المسجد سوف يفيدنا كثيراً يصلي فيه الناس ويجرون مسجد قبال ونستطيع أن نضع فيه العيون لنعرف أخبارهم أصحيح أنك تزمع الرحيل إلى الشام؟ صحيح لم يعد لي مكان يجمعني ومحمد وفي الشام سوف ألتقي بقيسر الروم وأحادثه بخبر محمد وقد أجد عنده ما يعيد إلينا مجدنا في يثرب أبا عامر أخشى أن ينكشف الأمر لسنا وحدنا يا وديعة معنا خزام بن خالد ومعنا أيضاً معتب بن قشير وأبو حبيبة بن الأذعر وغيرهم وغيرهم وحين فاتحتهم فيما أنتويه لم أجد ما وجدت عندكم من تردد والطراب ومتى تسافر إلى قيصر؟ أنني أجهز الرواحد ولكن يا وديعة لا تحدث أحداً بما قلت لك أجل أجل ولكن لكن ماذا؟ إن محمداً يقول إن الله يعلمه بما خفي عليه وقد صدق في ذلك يا أبا عامر ليست إلا مصادفات وسوف ينكشف أمره سريعاً كانت الفكرة التي تبناها أبو عامر الفاسق ودعا إليها المنافقين من قومه هي بناء مسجد آخر إلى جوال مسجد قبال يجزب إليه مجموعة من المسلمين فلا يذهبون للصلاة في المسجد النبوي ولا في مسجد قبال وبذلك تتشتت قوة المسلمين ويكون وكراً للمنافقين يبثون منه الأفكار الهدامة التي من الممكن أن تفت في عضد المسلمين ودولتهم الناشئة وذهب أبو عامر إلى قيصر الروم يستعديه على محمد وعلى الدولة الناشئة وإذا أرسلت جيشي إليكم فماذا تقدمون لنا؟ كل ما تأمرون به أيها القيصر العظيم يا إمبراطور الشرق والغرب وما بينهم؟ كل ما نأمر به أنتم أيها العرب أهل شات وبعير وطمر وسائر أرضكم صحراء قاحلة والمياه عندكم شحيحة فما الفائدة من كل ذلك؟ ألم تسمع يا مولاي بما جاء به محمد؟ إنه يريد أن يغير ديننا ويسيد علينا عبيدنا وأنا يا مولاي قد خلعت لباسهم وأصبحت في دين الملك اسمع يا أبا عامر إن جيش قيصر جيش قوي ليقهر وإن السلاح حنى بطار ولكن تنقصنا معرفة الطرق والمسالك والأخبار الأخبار؟ نعم العدد العدة الخير متى يتجمعون؟ متى يتفرقون؟ أنسب الأوقات لمهاجمتهم وهكذا إن الجيش يحتاج إلى من يرصد له كل هذا يا أبا عامر فهل تضمن لنا ذلك؟ نعم أيها القيصر العظيم لقد تركت نفرا منا ليقوموا ببناء مسجد يفرقون به جمع المسلمين ويوقعون الفرقة بينهم ويذعون أخبارا كاذبة تثبت الهمة وسوف يكون هذا المسجد للرصد وبث العيون حتى إذا أرسلت لي طلائع جيشك أمددتهم بكل ما يريدون ما دام الأمر هكذا فلا ماني عندي وسوف أتيكم برجال لا قبل لأحد بهم يا رسول الله قد بنينا مسجدا لذي الحاجة والعلة والليلة الممترة ونحب أن تصلي فيه وتدعو لنا بالبركة فقال صلى الله عليه وسلم إني على جناح سفر وحال شغل أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ولو قد قدمنا إن شاء الله لآتي أنكم فصلينا فيه وينزل جبريل الأمين بالتحذير الإلهي من ذلك المسجد الضار بالمسلمين المجد لقيصر والسعادة الأبدية لإمبراطور غون ما الصفرة التي أرها تعل وجهك؟ والحزن الذي يقس أساريرك يا أبا عامر أو لا كما يسوق؟ أحرق محمد المسجد الذي بنيناه أيها القيصر ماذا؟ أحرق المسجد؟ أي تصرف هذا يا أبا عامر؟ رجل يدعو إلى الصلاة في المساجد فإذا بنى نفر مسجداً أحرقه وأضرم فيه نيران؟ أنا لا أفهم هذا لا أدري كيف علم بنياتنا من بناء المسجد إن ثقتي بقومي لا تتتازع لم يشي به أحد عنده فكيف علم؟ أليس يقال إن الله ينزل جبريل عليه بأخبار صادقة حدثت أو سوف تحدث؟ لما لا تنطق يا أبا عامر؟ لما يضبق عليك الصمت وكأنك لم تسمع قولي؟ بل سمعت أيها القيصر العظيم ولكني أفكر فيما حدث فلتفكر بعيداً عننا هيا اذهب اذهب لا أريد أن أرى وجهك مرة أخرى على الرغم من الفتن الكثيرة التي قام بها المنافقون قبل ذلك إلا أن هذه هي المرة الأولى التي يكون فيها التعامل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشدة فقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم مع المنافقين أن يتسامح ويعفو ويعذر ويسكت ما علمه بنفاقهم إلا أن خطورة هذا المسجد كانت أكبر من خطورة أفعالهم السابقة لأنها خطورة تأخذ شكل الدين وسيقع عوام المسلمين في حبائل المنافقين لأن اللافتة المعلنة هي المسجد والإسلام ورأي الدين وأما أبو عامر الفاسق الكاذب فقد مات في الشام طريداً ذليلاً وحيداً غريباً بسم الله الرحمن الرحيم لا تقم فيه أبداً لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين لقد من الله تعالى على هذه الأمة بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم أبر الأمة قلوباً وأعمقها علماً وأقومها هدياً ولذلك فحب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيمان وبغضهم من النفاق وكان من هؤلاء الصحابة الكرام عمار بن ياسر وأمه وأبيه رضي الله عنهم فقد كانت هذه العائلة الصغيرة الضعيفة من أكثر الناس إيماناً وأصلبهم على الحق ومن أوائل المؤمنين بالدعوة الشريفة والسابقين لدخول الإسلام والسابقين لدخول الإسلام يتناول سير بعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ويذكر أيضاً مآثرهم العظيمة التي سجلها لهم التاريخ ومن من هؤلاء الصحابة تقرأ عنه الآن؟ إنه ليس فرداً واحداً لكنها أسرة صغيرة ويا لها من أسرة أعتقد أنك ستتحدث عن أسرة عمار بن ياسر أصبت يا زوجتي سأتحدث عن عمار بن ياسر وأمه سمية وأبيه ياسر هذه الأسرة الضعيفة لم تكن تملك من متاع الدنيا شيئاً مما تملك قريش من مال وجاء ولكنها كانت تملك ما هو أثماً من ذلك كانت تملك قلباً مفعماً بالإيمان وإرادة صلبة قادرة على الاستهانة بالموت فكانت سمية أم عمار هي أول شهيدة في الإسلام ولاحق بها زوجها في نفس اليوم ولم يبقى سوى عمار ولكن ما الذي أزعج قريشاً من إسلام هؤلاء الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة؟ لم يكن بمقدورهم التعرض لأحد ممن لهم في قومهم شرف ومنعه وقبائل تقف وراءهم فكان انتقامهم ينصب على هؤلاء الضعفاء من العبيد والموالي أمثال عمار بن ياسر وبلال بن رباح وغيرهم بالضبط وتزعم حملة الانتقام هذا عامر بن غشام هذا الشقي الذي لقبه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه بأبي جهل وسمعت قريش بإيمانهم بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم فثارت ثائرتها وكان أشدهم عليهم عمر بن هشام الذي كان يكن بأبي الحكم ولقبه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبي جهل لعداوته للمسلمين والذي لم يطق أن يرا هؤلاء الضعفاء وقد آمنوا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن خلف أنبقى في ندينا نتجادل ونتساءل ونقول وشاعر وكاهن والنار تشتعل في ديارنا؟ ماذا تقصد بقولك هذا أبا الحكم؟ أفصح أخبرني الوليد المغزومي أنه قد سمع بعض موالينا يتمتمون بكلمات مما يسميه محمد قرآنا فما وراء ذلك إلا انفلات الأمر من بين أيدينا وظهور محمد علينا أوافق أنت يا أبا الحكم مما تقول؟ قد سمعت من الوليد والوليد عندي ليس بمتهم يا ابن أميه ومن الذي أخبر الوليد؟ هل سمه؟ أجل يقول إنه عبده رزيق إذن فلنرسل إليه حتى نسمع منه ونستوثق ونعرف يا ابن خلف من أولئك النفر من الصابئين الآبقين الذين استهواهم محمد بكلماته وصحرهم بنفثه كان أبو جهل من أشد الناس عداوة للمسلمين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ليفوت فرصة لإيذائه سواء كان بالقول أم بالفعل فكانت أولى ضحاياه هذه الأسرة الضعيفة نعم يا مولاي سمعتهم ورأيتهم يأتون ما يشبه السجود لأليهتنا أتذكروا ماذا كانوا يقولون يا رزيق؟ إنها كلمات مما يسمونها قرآناً قبحتك الآلهة يا عبد السوب ماذا كانوا يقولون؟ وما لي يا مولاي وما يقولون؟ تعلمون أني ما أحسن إلي القليل ومع ذلك فهم يقولون في كلامهم إن الآلهة التي نعبدها سمحتني الآلهة وبركتني لا بوركت ولا سمحت أترى هذه الحربة في يدي؟ سوف تسكن قلبك إن لم تتكلم على رسلك يا ابن خالف ولماذا تصر على أن نسمع ما قالوا أولاء ونحن نعلم ما يقوله محمد إنه يعيب آلهتنا ويسفه رقولنا وينسبنا إلى الكفر ويهددنا بالجحيم ماذا عنده غير ذلك؟ المهم أن نعرف من هم المارقون الصابعون هيا تكلم يا عبد السوق بلال بن رباح يا سيدي وقد حاول أن يغويني كما أغواه مولاي محمد اغرث تقول مولك تصفعني يا سيدي؟ وماذا أذنبت؟ هيا هيا من غير بلال بن رباح؟ الهالك بن الهالك؟ سمية، سمية يا مولاي، سمية وزوجها ومن أيضا؟ عمار بن ياسر سمية وياسر، وابنهم عمار؟ لقد استحق من ذكرت العذاب واللعنة والضمار ماذا كانوا يقولون ويتمتمون؟ إن الناس سواسية يساوون بين العبيد والسادة؟ أسمعت يا أبا الحكم؟ يفتنون عبيدنا؟ أي مصيبة حلت بديارنا يا ابن خلف؟ هلان، ماذا علينا أن نفعل؟ نمنعهم ونؤدبهم، فإن تابوا، وإلا لا مفر من إخماد صوتهم، حتى لا تنتشر النار في الهشيم؟ صب أبو جهل على هذه الأسرة ألوان العذاب تحت الشمس اللاهبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج كل يوم لهذه الأسرة محيياً صمودها وبطولتها وكان قلبه الكبير يذو رحمةً وحناناً لمشهدهم وهم يتلقون من العذاب ما لا يطاق وناداه عمار يوماً وهو يعودهم يا رسول الله، لقد بلغ من العذاب كل مبلغ فناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم صبراً أبا اليقظام، صبراً آل ياسر، فإن موعدكم الجنة فردت عليه أمه شمية أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله أشهد أنك رسول الله، وأن وعدك الحق أشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله ويتجه أبو جهل إلى ياسر، وأخذ يركله في بطنه حتى استشهد أيها الصابع معرق قد رأيت يا عمار، كيف فعلنا بأمك سمية وأبيك ياسر؟ قتلت أبي، ومزقت أمي، والآن تريدون قتلي قتلناها، وسمقتل كل من يتبع محمداً، ويحدث فينا الفساد، وينقص عن دين الآباء والأجداد، دين السادة، وليس دين العبيد إن كنت تريد النجاة يا عمار، فانخلع عن محمد وعن دينك يا مولاي، كيف تريدونني؟ دعني يا ابن خلف، أجهز عليه كما فعلنا بأمه وأبيه لا حول الأقوة، إلا بالله العلي العظيم ماذا تقول يا ابن الخائبة؟ لا، لا، لم أقول شيئا، لم أقول شيئا إنا سوف نطلقك، إن شتمت وسببت محمداً، وأعلنت توبتك عن هذا الدين أقول، أقول ما تريدون إذن، ردد ورائي، محمد ساحر، محمد كاهن، محمد كاذب فكلتني أمي، ليتني لمولد، ليتني كنت تراباً هون عليك يا عمار، هون عليك، لقد كنت في موطن تملكته شياطين قريش، ونحن لا نزال في أول الإسلام، عددنا قليل، ولا حيلة لنا لا أدري ماذا أفعل، وقد قلت في رسول الله ما قلت اذهب إليه يا عمار، اذهب إليه يا ولدي، فلعل الله أن يخفف عنك برحمته بسم الله الرحمن الرحيم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسق عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم أدعوهم بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وعلى جميع أنبياء الله ورسله، آمين نزلت هذه الآية الكريمة في سياق الآيات التي حرم الله عز وجل فيها التبني والتبني وجعل الشخص ولد غيره ابنا له يحمل اسمه، ويرث كما يرث أولاده، وكان ذلك في الجاهلية قبل الإسلام وغلب في لغة العرب لفظ ادعاء على التبني، فيقال ادعى فلان فلانا أي تبناه، ومنه الدعي، وهو المتبنى، قال تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم صدق الله العظيم أريد أن أعرف يا أبي لماذا حرم الله التبني؟ وما الفرق بينه وبين الكفالة؟ التبني حرمه الله لأن فيه ضياع للحقوق عندما يتبنى المرء أحدا، فهذا معناه أن يأخذ اسم المتبني، ويصبح له كافة الحقوق مثل باقي الأبناء من صلب الأب، من ميراث وغيره، وفي ذلك ضياع لحق الورثة الأصليين حتى إذا لم يعرف له أب حتى إذا لم يعرف له أب، فهذا حكم أنزله الله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم، وعلى جميع المسلمين، حماية للأسرة، ولعدم اختلاط الأنساب وما الفرق بينه وبين الكفالة؟ الكفالة تكون لليتيم بالإنفاق عليه وتربيته حتى يبلغ، وهذه الكفالة هي أعلى درجات كفالة اليتيم والصحابة ردوان الله عليهم، كانوا يضمون اليتيم إلى أسرهم، قال صلى الله عليه وسلم، أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما ومن هو اليتيم؟ اليتيم هو الذي مات أبوه وهو صغير دون سن البلوغ ولكني أعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تبنى كان هذا المتبنى هو زيد بن حارثة، وكانوا ينادونه بزيد بن محمد ولما نزل تحريم التبني أصبح اسمه زيد بن حارثة وهو أيضا الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه صراحة في القرآن هيا بنا نستمع إلى حكاية هذا الصحابي الجليل أين أنت يا زيد يا ولدي؟ حي أنت فترجع، أم أتدونك الأجل؟ أم زيد، يا أم زيد حارثة؟ وجهك ينبئ بالخير يا ابن العم؟ جف في دموعك يا أم زيد وأبشري، لقد وجدنا، وجدنا ولدنا زيد حقا، حقا ما تقول يا أبا زيد؟ نعم، وجدناه، وعرفنا مكانه، إنه عند رجل من أشراف قريش اسمه محمد بن عبد الله ولدي، ولدي، خذني، خذني إليه يا حارثة، خذني إلى ولدي زيد، خذني سوف أذهب أنا وعمه إلى هذا الرجل الشريف، ونعرض عليه أموالنا كلها، كي نسترد ولدنا زيد ويذهب أهل زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد بعث بعد يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنتم أهل الحرم وجيرانه، تفكون العالم، وتطعمون الأسير، جئناك في ابننا عندك، فمن علينا، وحسن إلينا في فدائه قال صلى الله عليه وسلم، من هو؟ زيد بن حارثة، نريد افتداءه قال صلى الله عليه وسلم، ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمن ينادي زيدا ولما مثل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأله، أتعرف هؤلاء يا زيد؟ نعم، هذا أبي وهذا عمي قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك من علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما ما أنا بالذي أختار عليك أحدا، أنت مني بمكان الأب والعم ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية، وعلى أبيك وعمك، وعلى أهل بيتك؟ نعم، قد رأيت من هذا الرجل شيئا، ما أنا بالذي أختار عليه أحدا ما كاد زيد ينطق العبارة الأخيرة، حتى فاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدموع وخرج بزيد إلى الكعبة ونادى صلى الله عليه وسلم، يا من حضر، اشهدوا أن زيد نبني يرثني وأرثه ومرت الأيام، وقد أصبح الجميع ينادون زيدا باسم زيد بن محمد وهم يعلمون أن أباه حارثة، ولكن هكذا استقرت الأمور في مكة وتتابعت الأحداث الجسام من نزول الوحي على المصطفى إلى الدعوة ثم الهجرتين، والمواقع، والمعارك، وبزوغ المجتمع المسلم في يثرق يثرق المدينة المنورة برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما يوحى إليه من الآيات ومن الذكر الحكيم حتى لحظة الإيذان بإنهاء التبني وإلحاق كل امرئ بأبيه الذي أنجبه من صلبه أسمعت يا أم زيد ما جرى في الأنساب والألقاب؟ لا والله يا حارثة، أجد جديد في شرع الله؟ أجل، صار اسم ولدي زيد بن حارثة، وليس زيد بن محمد ونزل قول الحق بذلك، فلا يتبنى رجل أحدا بعد اليوم فإذا كان لا يعرف للرجل أب يا حارثة عندئذ يقال فلان مولى فلان، وليس ابنه الآن، زيد هو زيد بن حارثة الإسلام يحافظ على النسب باعتباره أصل الإنسانية، ويحافظ على العرض، لذلك يفرق بين معروف النسب وبين مجهول النسب، لكن مع ذلك فإنه لا يهدر كرامة اللقيت ومجهول النسب، فإذا قال الله تعالى عن اليتيم معروف النسب، وإن تخالطوهم فإخوانكم، فإنه قال عن مجهول النسب أيضا، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، صدق الله العظيم ومن ناحية أخرى، فقد حث الإسلام على كفالة اليتيم وتربيته، والإحسان إليه والقيام بأمره، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم كافل اليتيم معه في الجنة وقال أيضا صلى الله عليه وسلم عن اليتيم، خير بيت في المسلمين، بيت فيه يتيم يحسن إليه، وشر بيت في المسلمين، بيت فيه يتيم يساء إليه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله، سيدنا محمد بن عبد الله إن لله عز وجل سننا في خلقه لا تتغير، فمن أطاعه أكرمه، ومن عصاه أذله، وحكاية اليوم هي حلقة من حلقات رسالة الله للبشر على مدار التاريخ الدعوة فيها هي نفس الدعوة، عبادة الله وحده بلا شريك، وهي دعوة الإسلام ومرة أخرى نجد الجاهلية التي تعقب الإسلام، ونجد الشرك الذي يعقب التوحيد فقوم ثمود الذين خلفوا قوم عاد هم من ذرية المسلمين الذين نجوا في سفينة نوع، ولكنهم انحرفوا فصاروا إلى الجاهلية حتى جاءهم نبي الله صالح ليردهم إلى الإسلام من جديد، فآمن بدعوته فئة قليلة أما أشرف القوم وسادتهم، ومن تبعهم من سفهاء القوم، فقد أصروا على الكفر والتكذيم والجهل اشتركوا في القناة يا لها من أبنية عظيمة، كيف استطاعوا أن ينحتوا بيوتاً في هذه الجبال العظيمة؟ أنتم الآن في مدائن صالح صالح النبي الذي بعث في قوم ثمود، أليس كذلك يا أبي؟ بلى، نبي الله صالح، الذي أخرج من الجبل ناقة بأمر الله لقد كانت معجزة خارقة بحق، هل يتصور المرء أن ينشق واحد من هذه الجبال التي ترونها؟ تخرج منه ناقة من لحم ودم، تسعى وتأكل مما تنبط الأرض إنها فرصة يا عمي لتحكي لنا عن هذه الناقة، ونحن وقفون على الأرض التي حدثت بها هذه المعجزة ظهرت قبيلة ثمود بعد أن أباد الله عز وجل قوم عالي وكان الثمود كأسلافهم، ينحتون بيوتهم في قلب الجبال وكانوا يحفرون الآبار، ويحرثون الحقوم، وكانت مواشيهم ترعى في المروج بسلام فازدهرت بساتينهم ومراعيهم، ولكنهم بدلاً من أن يشكروا الله ويعبدوه اتجهوا إلى عبادة الأصنام، فبعث الله فيه النبي صالح يدعوهم لعبادة الله وحده، وأن لا يشركوا به شيئاً لقد بدل هؤلاء القوم الجبارون نعمة الله قفراً وتغلوا، وعاثوا في الأرض الفساد فبعث الله تعالى إليهم سيدنا صالحاً عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وقال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وكان في المدينة تسعة من أئمة الكفر وهم سادة ثمود وكبراؤهم الذين وقفوا أمام دعوة صالح لقد كنا نعقد عليك آمالاً جماً لما حباك الله به بالفطنة وحكمة وذكاء فقال لهم صالح هل لا أخبرتموني ماذا سأجني من زعامتكم بترك رسالة الله لكم؟ أفلا تزيدني صداقتكم وبالاً وسيادتكم خسرانة؟ كنا نتوقع أن تكون مصدر قوة ونفع لقومك ولكنك بدأت تعمل على هلاكهم غالباً ما نرى أن من يحملون لواء التكذيب والإعراض عن الحق هم السادة والقبراء من القوم وذلك خوفاً على مناصبهم وملكهم وقد أزعجهم أن يروا من قومهم من آمن بدعوة نبي الله صالح أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربه؟ ويلكم إن بالذي آمنتم به كافرون إن كل البلايا إنما تنزل علينا بسبب شؤمك ونحسك فقال لهم نبي الله صالح إنما نحسكم وشؤمكم بيد الله إني أخاف عليكم عذابة لأنكم ترقتم الدين الحق لن نترك ما كان يعبد أباؤنا فقال صالح إنكم تنحتون من الجبال بيوتاً وتتباهون بذلك ولكن هذا ليس سبيل العزة إنما العزة في تقوى الله فاعبدوه ما لكم من إله غيره تريد أن نعبده وحداً؟ كيف؟ إن الله بعيد عنه ونحن لا نستطيع أن نسأله فقال صالح يا قوم لا تشركوا بعبادة الله أحداً استغفروا ربكم وتوبوا إليه إن ربي قريب مجيب لقد بدى واضحاً أن قوم صالح يشككون في دعوته واعتقدوا أنه ساحر أو مصحور فطلبوه بمعجزة تثبت أنه رسول الله إليهم إن الكفار عندما يطلبون من نبيهم آية ليس لأنهم يريدون التأكد من صدقه والإيمان به وإنما لتحدي وإظهار عجزه أمام قومه إذا كنت حقاً رسولاً من عند الله فهل تستطيع أن تخرج من قلب هذا الجبل الذي أمامنا؟ ناقة نعم تخرج ناقة عظيمة حمراء فقال صالح إن الله قادر على كل شيء إنا لن نؤمن برسالتك حتى تخرج لنا من قلب هذا الجبل ناقة وأن تكون ناقة عشراء أجل تكون حبلة في عشرة أشهر فقال صالح سأدعو الله ولكن إذا حدث ما تطلبون فهل تؤمنوا بأني رسول من الله إليكم وتعبدوه ولا تشركوا به شيئاً أجل يا صالح فمتى الموعد؟ فقال صالح غداً صباحاً في هذا المكان ومع أول خيوط الفجر انطلق صالح النبي الله صوب الجبل وجثى على ركبتيه داعياً ومتدرعاً إلى الله أن يأتي آيته لعل قومه يهتدين ونهض صالح فجأة وأشار بإصبعه إلى نقطة في الجبل إنها قدرة الله المطلقة التي تقول للشيء كن فيقول أحنى أفراد القبيلة رؤوسهم إجلالاً وسجد بعضهم لله وعاشت الناقة بين قوم صالح آمن منهم من آمن وبقي أغلبهم على العناد والكفر وأصبحت الناقة رمزاً لرسالة صالح أصبحت رمزاً للتوحيد وكانت تشرب المياه الموجودة في الآبار في يوم لا يقترب فيه أحد من هذه المياه وكانت هذه الناقة معجزة لأنها كانت تدر لبناً يكفي لشرب الناس جميعاً في هذا اليوم الذي تشرب فيه الماء وحذر صالح قومه أن يمسوا الناقة بسوء أو إيذاء حتى لا يصيبهم العذاب وأن يترقوها تأكل في أرض الله كره أئمة الكفر هذه الآية العظيمة ودبروا في أنفسهم أمرها ماذا نفعل مع صالح؟ نريد أن نتخلص منه الأفضل أن نتخلص مننا قاتل نعم نقتلها نهى الدليل على صدق دعوته وعندما نقتلها سيكون ضعيفاً أمامنا ولكن من الذي سيقتلها؟ لا أحد غيرك يا قدار يستطيع أن يفعل ذلك أجل خذ اشرب هيا اشرب هل سأكون وحدي؟ سنكون خلفك اشرب سأقتلها إلى أين؟ ذاهب لأبطلها ليس الليلة منتظر حتى يغفع الفاجر ها؟ اشرب هجل فغداً هو اليوم الذي ستشرب فيه ناقة الصالح مياه العبار كلها موسيقى موسيقى استيقظ صالح والمؤمنون على هول الجريمة ووجه صالح خطابه للكافرين وقال لهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ولسوف يحل بكم العذاب زعم صالح أن العذاب سيحل بنا بعد ثلاثة أيام فلنفرغ منه ومن أهله قبل ثلاثة تعالوا نتعاهد ونقسم إنا سنغير على صالح وأهله ليلا ونقتلهم جميعا وإذا جاء ورثتهم يطالبون بدمه نقول لهم لم نشهد قتلهم وإنا لصادقون وقبل أن يناسوا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا اشتركوا في القناة لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين يغضب أحدهم إذا قيل له اتق الله حيث لا يحملها إلا على محمل التوبيخ والتعيير ولقد قالها الله لسيد البشر فقال سبحانه يا أيها النبي اتق الله فالتقوى أمر بها خير الورى فكيف بمن دونه على الثرى فإذا قيل لك اتق الله فلتظن أنه انتقاس أو اتهام لك فقد خوكب بهذا خاتم الأنبياء قبلك ولا تكن كالذي ينطبق عليه قول الحق سبحانه وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد صدق الله العظيم وكفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك مثلك يوصيني لقد اغتر في نفسه وانتحى فأوقعته تلك العزة في الإثم أريد أن أتحدث إليكم اليوم عن دعاء نردده دائما ولكن للأسف هناك من يستنكره ولا يتقبله وكيف لأحد أن يرفض الدعاء وهو أمر جميل ومحمود للأسف هذا يحدث من البعض دون أن يدري إثم ما يفعل أو يقول هل أوضحت يا أبي ما هو هذا الدعاء؟ الدعاء الذي أعنيه هو الدعاء بتقوى الله فقد يغضب أحدهم أو البعض إذا قيل له اتق الله حيث لا يحملها إلا على محمل التوبيخ أو التعيير إنه بالفعل دعاء شائع على الألسن ولا يحمل في معناه إلا الخير فإذا قيل لك اتق الله فلا تظن أنه انتقاس أو اتهام فالتقوى هي الخوف من الله وهذا ما يجب أن نكون عليه دائما وقد خوطب به خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام فقال تعالى يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين وفي أي مناسبة نزلت هذه الآية؟ عندما ذهب وفد من كفار القريش ومنافق المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه أن لا يذكر آلهتهم بسوء وماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالوا نرى ما حدث في حكاية اليوم بين النبي الكريم ووفد الكفار والمنافقين مرحبا بكم في ياثرب يا سادة كريش أهلا بك يا ابن سلول أهلا بك يا ابن سلول قد رأيت يا أبا سفيان ما حاق بمحمد وأصحابه في أحد لقد نلتم ثقركم في بدر وللأمر ما بعد لقد قلنا لهم حين كنا ننصرف من أحد يوم بيوم بدر والحام القادم موعد يا ابن سلول هل عندك ما نقول لمحمد حين نلقاه؟ أجل يا أكرمة إن محمدا غدات أحد غيره بعد بدر وهذا وقتكم أنتم معشر قريش فماذا ترون يا أبا سفيان؟ لو ترك آلهتنا دون أن يغيظنا بما يقوله عنها فتركناه دون نزاع يا ابن سلول أتحسب أنه يقبل ذلك منكم يا أبا سفيان؟ لا وحق الآلهة إن محمدا ماض في دعواه ولن يرده إلا سيوفكم آه لو تعلمون يا أبا سفيان وأنت يا أكرمة وأنت يا ابن الحارث أفسح يا ابن سلول ماذا تريد أن تقول؟ إن أمر محمد يعلو يوما بعد يوم وإن كلامه يتمكن من قلوب الرجال والنساء والأحرار والعبيد على السواق كأنك تريد استئصال شأفة محمد وأعوانه وفيه قومك أنت يا ابن سلول الذين عاهدوه وناصرواه إني أخشى أنه لن يقبل منكم ذلك الذي تقولون وذهبوا جميعهم ومعهم عبد الله بن أبي السرح وابن أبيرق من منافق المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعطاهم الأمان لطلبهم ليكلموه ويعرضوا عليه وصلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رأوا من أصحابه كيف يحترمونه ويوقرونه وإذا تكلم أنصطوا وكأن على رؤوسهم الطير وإذا أمر لم يخالفه أحد أو يجارل بل كانوا يقولون سمعنا وأطعنا يا رسول الله يا محمد قد علمت ما كان بيننا وبينكم وأصبحت الحرب بيننا سجالا وقد جئنا نعرض عليك عرضا تكلم يا عكرمة نرفض ذكر ألهاتنا بسوء أو نقصان أليس كذلك يا أبا سفيان؟ أجل يا عكرمة وقل كذلك يا محمد إن لها شفاعة ومنعة لمن عبدها يا قول إنكم تطلبون ولا ترجون فلما لا تتجملون في القول؟ دعنا يا ابن سلون محدث أبا القاسم بما جئنا من أجله وأعطانا الأمان لنقول ما نشاء شق ما قال القفار والمنافقون على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إي ذلي في قتلهم؟ ويحك يا ابن الخطاب أتقتلنا وقد أعطانا محمد الأمان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر يا عمر إني قد أعطيتهم الأمان لا تنسى يا ابن الخطاب أن لك في مكة أهلا مهلا يا قوم مهلا يمكننا أن نصل إلى حل يرد الجميع تكلم يا عكرمة ما رأيكم أن تعبدوا ألهتنا سنة ونعبد إلهكم سنة ماذا تقول يا أبا سفيان؟ لا أمانع في ذلك فقال عمر غاضبا أخرجوا في لعنة الله وغضبه فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا من المدينة ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر شكرا على صندوق اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثرا لما كثر الوافدون من القبائل العربية إلى مكة وأكثر السؤال حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم خجصنا ضيد قريش من انتشار الدعوة فاجتمعوا في دار الندوة يتجادلون حول أمر النبي صلى الله عليه وسلم ودعوته صباح الخير صباح الخير يا أمي أراك قد تهيأت للخروج سأخرج لشراء بعض لوازم الصيد لماذا؟ سأذهب مع أصدقاء غدا في رحلة صيد بحرية رحلة صيد؟ لم تخبرني من قبل عن هذه الرحلة ولم تخبر أباك لقد جاء الأمر فجأة صباح الخير ما الأمر؟ أسمع نقاشكمها يريد مازن أن يذهب في رحلة بحرية للصيد لقد وعدتهم أني سأذهب غدا معهم يا أمي يفعل الله ما يريد وما لي أراك غير مصرورة يا أمي؟ لا يا ولدي عليك فقط بالحضر فأنا لا أحب ركوب البحر اطمئني يا أمي فهذه ليست أول مرة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله ماذا حدث يا مازن؟ ألم تذهب مع أصدقائك؟ ألغينا الرحلة لسوء حالة البحر قدر الله وما شاء فعل فلا تحزن كان الأجدر بك أن تستثني يا مازن قبل فعل أي شيء عفوا يا أبي لم أفهم ماذا تقصد وأنا أيضا يا عدنان لم أفهم من الأدب مع الله عز وجل أن تستثني عندما تنوي فعل أمر في المستقبل أنا فهمت قصدك يا عدنان وأنا ما زلت لا أفهم ماذا تقصد يا أبي؟ أن تستثني قبل فعل أي شيء المستقبلا هو قولك إن شاء الله فتقديم المشيئة قبل فعل أي شيء هو أدب مع الله علام الغيوب فهل كنت تعلم أن البحر غدا لن يكون مهيئا للصيد؟ بالطبع لا لأن الغد في علم الله فأنت لا تعلم ما الذي سيحدث غدا أو حتى بعد ساعة هذا صحيح يا أبي أنت أخطأت حين قلت سأذهب غدا ولم تقدم المشيئة وتقول إن شاء الله وإن كان ذلك لن يغير من حالة البحر ولكنه الأدب مع الله يقول عز وجل ولا تقولن لشيء إن فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله لا أعلم كيف نسيت هذا الأمر فأنا دائما أقدم المشيئة إذا نسيت فاستثني عند تذكرك وقل إن شاء الله وهذا معنى قول الحق في نفس الآية واذكر ربك إذا نسيت لقد وردت هذه الآية الكريمة في سورة الكهف التي نقرأها دائما هذا صحيح ولنتعرف معا على ما حدث مع نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم مع كفار قريش حين ذهبوا إليه يسألوه عن ثلاثة أشياء كي يثبت لهم صدق دعوته فكانت هذه الآية الكريمة يا سادة مكة اسمعوني فإن رأيتم في قولي رأيا فأنفذوه حتى ننتهي إلى قول جامع في أمر محمد قول يا أبا الحكم فقد طال بنا الجدال في محمد ماذا عندك يا سيد القوم يا ابن الحارث ويا صناديد قريش أليس محمد يقول إن أهل التوراة من اليهود يعرفونه بصفاته لأنه مكتوب عندهم في التوراة بلى يا أبا الحكم محمد يقول ذلك ويلقي في ذلك في قرآنه آيات على رسلك يا ابن الحارث فإنها ليست آيات ولا أرغب في سماع هذه الصفة عن تقولات محمد مهلا يا ابن هشام لا تخاطب النظر هكذا أما سمعت كلامه يا عقبة بن أبي معيط خرجت بنا عما كنا فيه يا ابن هشام فاعقل بعيرك وتكلم وأتم الرأي الذي أردتنا أن نسمعه منك يقول محمد إن اليهود يعرفون هو يقول ذلك ولكن ماذا يقول اليهود عن محمد؟ هم؟ هل يؤيدون دعوة؟ أم يحيدون عنها؟ أم ماذا يقولون؟ كأنك تريد يا أبا الحكم أن تجعل قولنا كقول اليهود فإن قالوا إنه على حق صدقناه واتبعناه لا ليس الأمر كذلك يا ابن الحارث ما العاقبة من كل ذلك يا ابن هشام؟ أتدري أن خبره إذا توسع بين اليهود خسرنا كل شيء؟ واتبعه الناس بلا هوادة؟ على رسلك يا عقبة إنه إن قال اليهود إن محمداً صادق فعندئذ نجتمع من جديد ونتشاور فليس اليهود هم الذين يقودوننا إلى الجبل أو الوادي نريد فقط أن نعرف والآن ماذا ترى؟ ومن الذي سيذهب إلى أحبار اليهود يا ابن هشام؟ اذهب أنت يا ابن الحارث وليذهب معك كذلك ابن أبي معيد حتى إذا فات أحدكما قول أورأي سمعها الأخ؟ ويذهب وفد قريش إلى أحبار يهود الذين يعلمون كل العلم أن الله بعث محمداً صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان والمكان فأمارات النبوة معلومة لديهم بل إنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يا أحبار اليهود ويا علماء بني إسرائيل جئنا نسألكم مرحباً بكم إنكم جئتم تسألون عن صاحبكم ابن عبد الله محمد أليس كذلك؟ بلى بلى يا حبر يهود إنه يا علماء بني إسرائيل يقول كلاماً ويسميه قرآناً نعم ويقول إنه لا يأتي بهذا الكلام من عنده وإنما يتنزل ملك من السماء فيوحي إليه هذا القرآن وتريدون أن تعرفوا ما عشر قريش إن كان نبياً حقاً نعم فأنتم أهل كتاب وعلم حسناً ارجع إلى قومكما حتى إذا اجتمع شمكم سلوا محمداً عن أمور ثلاثة فإن أجاب عنها فهو نبيل مرسى يوحى إليه وما هي الأمور الثلاثة؟ سلوه عن فجة ذهبوا في الدهر الأول ما كان من أمره فإنه قد كان لهم حديث عجب وسلوه عن رجل طواف قد بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبأه؟ ماذا؟ رجل طواف؟ أجل وسلوه عن الروح الروح؟ سلوه عن الروح ما هي؟ فإذا أخبركم بذلك فاتبعوه فإنه نبي وإن لم يفعل إن لم يفعل فهو رجل المتقول فاصنعوا في أمره ما بدى لكم وذهب القفار في خيلائهم وكبريائهم وذهب المتكبرون أيضا وأصحاب المكر السيء الذي لا يحيق إلا بأهله ذهب أولئك يقودهم إبليس اللعيم إلى نبي الأمة صلى الله عليه وسلم وتنادوا وهم يظلون أنهم قد ظهروا وانتصروا يا محمد أخبرنا عن ثلاثة أمور إن أجدتنا عنها فأنت حقا نبي مرسل يوحى إليك ولسوف نتبعك أخبرنا عن فتية ذهبوا في الدهر الأول وكانت لهم قصة عجيبة وأخبرنا يا محمد عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها وأخبرنا أيضا عن الروح ما هي الروح؟ سمع النبي صلى الله عليه وسلم قولهم وسمع الله تعالى قبله وهو يعلم بما كان وما سيكون وما هو كائن سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكفار قريش أخبركم بما سألتم عنه غدا ولم يستثني لم يستثني أي لم يقل إن شاء الله فتفرقوا عنه وهم يقولون إن عرفتها اتبعناك يا محمد وإن لم تعرفها فأنت متقاول يا أبا القاسم ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس عشرة ليلى لا يحدث الله له في ذلك ولا يأتيه جبريل حتى أرجف أهل مكة وشك وعدنا محمد غدا واليوم خمس عشرة ليلى وقد أصبحنا فيها ولم يخبرنا بشيء عما سألناه أحزن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر الوحي عنه وشق عليه ما يتكلم به أهل مكة يا حبر يهود جئتنا تسأل وقد كان حريا بنا أن نقبل عليكم لنؤدي شكركم فقد عرفتم المسألة إنا جئنا نبرئ أنفسنا يا ابن الحارث لأن محمدا يقول إنه مكتوب عندنا في الطوراة والمكتوب عندنا في الطوراة والذي نعرفه كما نعرف أبناءنا هو رجل ينزل عليه الناموس الأعظم ماذا؟ الناموس الأعظم؟ أجل الوحي ملك من السماء بكلمات الله فلماذا لم ينزل الملك ليخبر محمدا بما سألناه عنه؟ وأين هو من الواحد؟ وعله بل وعله بل يا أبا الحاكم إن ما عندكم خير مما عند محمد الآن يعرف العرب كلهم حقيقة ما يقوله محمد وينزل الله تعالى رسوله الأمين جبريل بصورة الكهف متضمنة لجواب أسئلتهم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا وعن سؤالهم عن ذي القرنين بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى أما أمر الروح فقد نزل في سورة الإسراء وجاء التوجيه الرباني للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الدرس فيما قلناه من الاستثناء في الأمور المستقبلة فقال سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا كانت الروم وفارس الدولتين القويتين في العالم أيام البعثة المحمدية وكانت الحرب بينهما مستمرة لا تنتهي بواقعة فاصلة وكانت أخبار تلك الحروب تصل إلى عرب الجزيرة يؤيد فريق منهم القياصرة ملوك الروم ويؤيد فريق آخر وهم المشركون أكاسرة الفرس انتلاقا من اتحادهم في عقيدة الشرك حتى كان ذلك اليوم الذي هزم فيه الفرس الروم السلام عليك يا أمي وعليك السلام يا مازل كيف كان يومك؟ كان يوما جميلا أمي تبدو على وجهك علامات البشر والسرور أدامه الله عليك أمي ما رأيك في هذه الساعة الجميلة؟ وماذا أقول وقد وصفتها أنت بالجميلة؟ أمي إنها جميلة حقا هل اشتريتها اليوم؟ لم أشتريها هي هدية إذن؟ لا ليست هدية احترت معك يا مازل هل عثرت عليها في الطريق؟ لقد كسبتها كيف؟ تراهنت مع صديق لي وكان الرهان على هذه الساعة لا أصدق ما أسمع لقد تراهنت على لا يهمني أن أعرف على أي شيء كان الرهان ولكني مندهشة منك كيف تفعل هذا؟ لماذا غضبت هكذا يا أمي؟ إنه شيء عادي إنه قمار يا ولدي أعوذ بالله لم أظن للحظة أنه قمار نعم يا مازل هو قمار وميسر بلا شك أبي هل سمعت بما حدث يا عدنين؟ نعم سمعت وما قمت به يا مازل يدخل في باب القمار والقمار هو الميسر ولقد نهى الله عز وجل عن هذا الأمر وحرمه فقال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون صدق الله العظيم لم أكن أظن أن الأمر كذلك يا أبي هل تظن يا ولدي أن صديقك الذي أخذت ساعته سيكون سعيداً وهل ستظل صداقته لك كما هي؟ مثل هذه الأمور تتسبب في إفساد العلاقات وتفتح الباب للمشاكل والمصائب فهل تساوي هذه الساعة أن تخسر ود صديقك؟ ولكني أعرف أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قد راهن ولم ينهه عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك قبل التحريم وأبو بكر رضي الله عنه راهن على أمر ووعد من الله كي يثبت لكفار قريش صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوعد الذي جاء في صورة الروم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بدع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم والآن ماذا ستفعل يا مازل سأعيد الساعة إلى صاحبها أحسنت يا والدي فكلما ابتعد الإنسان عن الشبهات كلما كان قريبا من الله غارت فارس وابن خلف وقهر الروم وغلبوا ولن تقوم لهم قائمة بعد اليوم واللات والعزة يا أبا سفيان لأذبحن عند آلهتنا فرحاً ونكاية في محمد وأصحابه هل يقولون أن من يعبد النار مضحور ومهزوم؟ ها هي ذي وقاع الأحداث تشهد بأنهم لا يفقهون شيئاً هلما بنا نعيرهم بهزيمة الروم وانتصار الفرس على من يقولون عنهم أهل الكتاب؟ ويقترب أبو بكر رضي الله عنه من قفار قريش أبي سفيان بن حرم وأبي بن خلف وأخيه أمية بن خلف وهو يرى الشماتة في أعينه ترجم boards يا أبا بكر هل أّم إلينا فإننا نريد أن نحادثك وندخل في دين محمد أسمعت بنبي هزيمة الروم يا أبا بكر وانتصار الفرس؟ ألا ترى أن الله قد تخلى عن أهل الكتاب أن أصحابنا من الفرس انتصروا؟ لو كان ما يقوله محمد صدقا لنظر رب الروم جنوده على المجوز عبدت النار لقد حاق بروم الخسران والخيبة ورياح الفشل قادمة من الشام إليكم يا زمرة محمد وستعودون إلى أليهتكم التي أنكرتموها أجل يا أبا سفيان اللات والعزة هي التي تؤيد وهي التي تنصر يا أبا بكر انصرف أبو بكر رضي الله عنه حزينا مهموما وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بما كان من المشركين ولم يكن الصديق وحده الذي اهتم بما حدث وإنما عدد من الصحابة المقربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تنضي إلا مدة من الزمن حتى جاءت البشرى من السماء بنصر المؤمنين ولو بعد حين ما إن سمع أبو بكر للصديق الآيات التي تنبئ بنصر الروم في بضع سنين حتى سجد لله شكرا فهو يعلم أن الرسول الكريم لا ينطق عن الهوى وأن وعد الله حق وأنه لا تبديل لكلمات الله فانطلق إلى المشركين يتلو عليهم تلك الآيات يا أبو بكر أتقول إن الروم سوف ينتصرون على كسرى وجنوده ويستردون ما أخذه الفرس من أرضهم يا أبا بكر هذا زعم زعمه صاحبك محمد ألا تعلم أن الجيش إذا ضحر وهزم أصابه الوهن فلا ينتصر إلا بعد قرون وإن الجيوش كسرى قد قويت شكيمتها ولن ينال منهم أي عدو بعد اليوم غلبت الروم يا أبا بكر ولن تقوم لهم راية بعد اليوم كان أبو بكر الصديق يسمع كلام المشركين ولا يجيب إلا بالآيات التي تنبئ بانتصار الروم على الفرس يا أبا بكر إن كنت واثقا من قول صاحبك راهلاك واجعل بيننا وبينك أجلا وقبل أبو بكر الرهان وكان ذلك قبل أن يحرم الشرع الرهان وجعل الأجل خمس سنين وسم الرهان ومضى كل فريق ينتظر ما تسفر عنه الأحداث فريق واثق بكلام الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم وفريق أعماه الشيطان وأضله اقترب الأجل يا أبا ياسر ولم يتحقق فوز الروم على الفرس أجل ولابد أن المشركين اليوم يظنون أنهم قد انتصروا وظاهروا ألا تذهب لتستطلع لنا الأخبار نعم سأذهب إلى رسول الله وهناك سأعرف كل شيء قال صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه هل احتطت فإن البضع ما بين الثلاث والعشر ولكن ارجع فزدهم في الرهان واستزدهم في الأجل قد قلت يا أبا بكر خمس سنين أليس كذلك يا ابن خلف؟ بلى يا أبا سفيان ولا ريب أنه قد داخله شك في الأمر ويريد زيادة في الأجل إن زاد الأجل زاد الرهان فانتظر يا أبا بكر حتى يأتي يوم القيامة الذي يتحدث عنه صاحبك فإن الروم لا ينتصرون أبداً وكيف ينتصرون؟ وقد فتح كسر القسطنطينية وبنى فيها بيتاً للنار ومضت السنوات ويتحقق وعد الله بعد أن جاء جبريل بالبشرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام الذي كانت فيه موقعة بدر فاستبشر المسلمون بالنصر وعرف القاسي والداني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فانهزمت فارس وهزم المشرقون في بدر بسم الله الرحمن الرحيم ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إن الله تعالى يخلق ما يشاء ويخطأ وهو اجتبى من البشر رسولاً وفضلهم على العالمين ومن الأزمان أياماً أقسم ببعضها وخصها بأفضاله واصطفى من الأمكنة البلد الحرام وحرمه وعظمه يوم خلق السماوات والأرض وأمر خلقه بتعظيمه فهو المكان المجتبى والمبارك ومن علامات إعزازه عز وجل للبلد الحرام الذي جعله مثابة للناس وأمناً تعدد الأسماء التي أطلقها عليه في محكم تنزيله أتساءل يا أبي عن سر تعدد الأسماء لمكة المكرمة بلد الله الحرام إن تعدد الأسماء يدل على شرف المسمى فلعظم مكة المكرمة ومكانتها وحرمتها سميت بالعديد من الأسماء هل تستطيع أن تذكر بعض هذه الأسماء يا مازن؟ هي البلد الحرام والبلد الأمين وأم القرى وهي أيضاً البيت العطيق والبيت المعمور ويروى أن لمكة أكثر من ثلاثين اسم وقد جاء ذكرها في القرآن أيضاً باسم بكة نعم في هذه الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركاً وهدى للعالمين صدق الله رضي وما معنى بكة يا أبي؟ مكة وبكة متشابهان في المعنى فمكة هي التي تمك الجبارين وتحطيمهم وبكة لها نفس المعنى فالبكة ضق العنق لأنها تدق رقاب الجبابرة فلم يقصدها جبار قط بسوء إلا وقسمه الله عز وجل وهذا ما حدث عندما حاول أبرهة الحبشي هدم الكعبة وأهلكه الله هو وجيشه عن طريق الطير الأبابيل الحادثة التي ذكرها الله في سورة الفيل أحسنتما لقد حفظ الله عز وجل بيته على مدى الأزمان من كل معتدن فهو البلد الأمين الذي من دخله كان آمنا ولماذا أراد أبرهة هذا هدم الكعبة؟ لما سمع أبرهة بخبر الكعبة وكيف أن العرب يقصدونها كل عام بالحج وأنهم يتحكمون في طريق التجارة بين الشام واليمن ويجنون من الخير والأموال الكثير أغاضه ذلك وباسم الفيل نزلت سورة من القرآن الكريم سجل فيها أروع تسجيل في أوجز عبارة وأوضح إسلوب إنها قصة الفيل الذي خرج به أصحابه يريدون هدم الكعبة بيت الله الحرام فأبادهم الله وخيب سعيهم وأضل أعمالهم كيف لهؤلاء الأعراب أن يتحكموا في طريق التجارة بين الشام واليمن؟ السر يكمن يا مولاي في الكعبة ذلك البناء الذي يسمونه بيت الله الحرام ويقصده العرب من كل أنحاء الجزيرة ولماذا لا يأتون إلى البيت الذي بنيناه هنا في اليمن؟ القليس إنهم يقدسون ذلك البيت يا مولاي فهو الذي يوحدهم إذن سأهدم كعبتهم تلك وساعتها سيتفرقون ويتشتتون أعزرك الرب يا مولاي ومد في ملكك أريد أن أحكم بلاد العرب كلها ونتحكم نحن في طريق التجارة فنحن أولى بهذا الخير من هؤلاء البدء نعم الرأي يا مولاي جهزوا الجيش متى سنتحرك يا مولاي؟ علينا أولا أن نرسل كتيمة من الجنود لاستطلاع الطريق عمر مولاي يا سيد البيت العطيق يا سيد البيت العطيق أغثنا يا سيدي ماذا بك يا رجل؟ لقد سلبت أموال أهل مكة ماذا تقول؟ كيف حدث ذلك؟ بينما كنا نرعى الإبل والأغنام هاجمنا بعض الأحباش فأغاروا على المراعي واستولوا على جميع الإبل والأغنام وعين ذهبوا بها؟ لا أدري فقد فررت خشية أن يفتكوا به ماذا نصنع يا عبد المطلب؟ يا سيد الكعبة رجل يسأل عنك من الرجل؟ أنا حباطة الحميري رسول أبرهة إليك يا سيد خريش أهلا بك الملك يقول لك إني لم آتي لحربكم إنما جئت لهدم هذا البيت يهدم البيت؟ لن نخلي بينه وبينه نزود عنه بدمائنا انتظروا يا قوم حتى نرى رأي سيد البيت هل لي أن ألقى سيدك هذا؟ فانطلق معي إلى أبرهة خذني إليه يا مولاي أتى إليك عبد المطلب سيد قريش دعه يدخل أمرك يا مولاي تفضل تفضل بالجلوس مرحبا بك يا سيد قريش هل من حاجة فأقضيها لك؟ حاجتي أن ترد علي مئتي بعير استولى عليها جنودك فيما أخذوا من مال يا سيد قريش لقد أكبرتك حين رأيتك أما الآن فأنا أكاد أصغر من شأنك لماذا؟ كنت أظن أنك ستحدثني عن بيتك الذي هو دينك ودين آبائك فإذا بك تحدثني في مئتي بعير أصدتها لك يا ملك اليمن أنا رب الإبل وأحدثك فيها أما البيت فإن له ربا سيمنعه ويحميه ما كان ليمنعه مني أنت وذاك ليكن ما أردت أنا ردوا عليه إبله وجهزوا الجيش سندخل مكة غدا لهدم ذلك البيت يا أهل مكة يا أهل مكة ما وراءك يا سيد مكة؟ لقد شهدت جيش أبرها فوالله لا قبل لنا على حربه ولا طاقة لنا به هذا بيت الله الحرام وبيت خليله إبراهيم فإن يمنعه فهو بيته وحرمته وإن يخلي بينه وبينه فوالله ما عندنا دفع عنه وماذا نحن فاعلون يا عبد المطلب؟ انطلقوا إلى رؤوس الجبال هيا يا قوم هيا يا قوم يا قوم ساعدوا آمنة فإنها في أشهر حملها الأخيرة لقد ثقل حملها ولا تستطيع سعود الجبل ابقوا معها فإن رب الكعبة يحميها ويمنعهم عنها إلهي إن هذا البيت هو بيتك ونحن جميعا نعيش في أرضك المباركة اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك ما يغلبن ضلالهم ومحالهم أبدا محالك إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدى لك يا الله يا الله اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك لا يغلبن ضلالهم ومحالهم أبدا محالك احمي بيتك يا إلهي احميه من هؤلاء الجبابرة وضق أعناقهم يا إلهي يا إلهي وبعد أن أنهى جنيد الله من القدر الأبابين لتوافق حول الكعبة استضاروا نحو جيش أبرهب الذي بدأ في التحق وكان كل طائر يحل ثلاثة أحجاب حجرا في منقاره وحجرين في رجلين وركب أبرهب عن الحجر كي يتوجه كالكامر ولكن من خل أبا أن يسيره وبرك في المكانه فأخذوا يضربينه ويحثونه على السردين كثيرا والهالة الأحجاب من السماء على الجنش المتدى فلم تصب هذه الحجارة أحدهم إلا أهلكها فأما أبرهب فقد رجع وهو يتذكر وتساكر أمانه كن ملكا كن ملكا فلما وصل إلى اليمن صدع صدره عن قلبه فهلك لعنه الله كان حادث الفيل عام ولادته صلى الله عليه وسلم وكان هلاق أصحاب الفيل تشريفا له صلى الله عليه وسلم وكأن لسان حال القدر يقول لم ننصركم يا معشر قريش على الحبش لخيريتكم عليهم ولكن صيانة للبيت العطيق الذي سنشرفه ونعظمه ونوقره ببعثة النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا إن الحسد والمكيدة لكل ذي نعمة أو ملك أو جاه أو علم هو عادة إنسانية قديمة حتى من أقرب الأقربين وإخوة يوسف من أشهر من خلد التاريخ البشري حسدهم ومكيدتهم وجعلها على لسان الأمم منذ آلاف السنين وإن قصة سيدنا يوسف عليه السلام من أعظم قصص القرآن الكريم فقد سماها الله تعالى أحسن القصص لما فيها من الدلالات المهمة والعبار العظيمة التي يحتاجها كل مسلم فهذه الصورة الكريمة تبشر بأن الفرجاءات لا محالة مهما اشتدت الابتلاءات والمصحب أريد أن أستفسر منك عن شيء يا أبي تفضل يا بني كلما قرأت في سورة يوسف أتعجب مما فعله إخوته به من محاولة التخلص منه بإلقائه في الجب إنها النفس البشرية يا بني كيف فعلوا ذلك بأخيهم؟ مع أنهم تربوا في بيت النبوة بيت يعقوب عليه السلام السبب الظاهر هو أنهم كانوا يشعرون بالتمايز بينهم وبين يوسف وأخيه بن يمين وذلك قول الحق تبارك وتعالى على لسانهم إذ قالوا لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة وهل كان فعلا يعقوب يميز يوسف؟ هذا صحيح ولكن قديما ذكر السبب وكيف ذلك؟ عندما سئل أحد الآباء من أحب أولادك إليك فقال لهم الصغير حتى يكبر والمريض حتى يشفى والغائب حتى يعود فكان من الطبيعي أن يتجه الأب إلى الصغير حتى يكبر وسبب آخر أن يوسف كان يتيم الأم هو وأخوه بن يمين فكان على سيدنا يعقوب أن يعوضهما أيضا عن حنان الأم ولكن أخوة يوسف أرادوا أن يستأثروا بحب والدهم وأن ينسى أمر الصغير يوسف وماذا عن الأخ الأصغر بن يمين؟ كان ما زال بعد صغيرا إن هذه الأمور يمكن أن توجد في كثير من الأسر أن يميل الأب أو الأم إلى أحدهم دونا عن الآخرين لا نستطيع أن ننكر دور الشيطان فقد أغراهم بقتل أخيهم أو نفيه من الأرض ثم يعودوا بعدها صالحين وهل يفعل الشيطان هذا؟ يقول للإنسان فعل هذا الأمر فقط وبعدها تتوب هذا من مداخل الشيطان لا أظن أن مثل هذا الشخص يمكن أن تقبل توبته قبول التوبة يرجع إلى الله عز وجل ولكن ليس من آداب التوبة أن يعزم الإنسان على الذنب ويقول سأتوب بعدها لقد كان سيدنا يعقوب يخشى على ابنه يوسف خصوصا بعد أن حكى له رؤياه العجيبة لقد كانت هذه الرؤية هي البداية لرحلة الابتلاءات والمحن لسيدنا يوسف التي صبر عليها فكان جزاؤه عند الله أن عوضه بالمنح والعطايا العظيمة لاوي ما لك تجلس شاردا هكذا؟ أفكر في أمر أخينا يوسف وأنا أيضا لا أعرف لماذا يفضله أبونا علينا أتراه يملك شيئا لا نملكه نحن أبونا لا يفارقه أبدا ويأخذه معه أينما ذهب وإذا نام أطجعه إلى جواره نحن نتكفل بكل شيء ونتعب في المراعي ونحصد الزرع ونتحمل مسؤولية رعاية الأغنام ويحظى يوسف وأخوه بن يمين بكل الرعاية والحنان من أبينا فيما تتحدثون أيها الإخوة؟ هل تطيق رئاسة يوسف علينا يا يهودة؟ منذ أولد يوسف وأخوه لنكاد نرى في وجه أبينا ظل التسار إنهما أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة لقد بعد والدنا عن الصواب ولا يخفى ضلاله على أحد انظروا ما هذا؟ ما هذا؟ إنها الذئاب إنها الذئاب ادفعوا عنا هذه الذئاب الشرسة إني أخاف منها ادفعوا عنا هذه الذئاب ادفعوا عن الأغنام هذه الذئاب هيئة لا أدري إلى متى هذا التمييز ليوسف من أبيه إن أولادنا هيشتعلون غيظاً يا بلها يكاد الغيظ أن يفتك بهم ماذا لو أصبح يوسف؟ هو النبي من بعد أبيه يعقوب يازلفة ونال هذا الشرف العظيم لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث ولكن يوسف له هيبة ومكانة بين الناس بالرغم من صغر سنه نعم إنه جميل وذكي وخلوق ولا يختلف على هذا اثنان نعم وإن أباه يعقوب في سعادة كبيرة فهو خير خلف له ماذا جرى لك يا يهودة؟ آه الذئاب الذئاب؟ وماذا فعلتم؟ وكيف حدث ذلك؟ كنا نتحدث عن يوسف وفجأة هجمت الذئاب القطيع يوسف يوسف المشكلة الكبرى في حياتنا هو يوسف هو بالفعل مشكلة لكن ستنتهي قريباً وجاءت الليلة الموعودة جاءت ليلة الرؤيا التي غيرت مجرى حياة يوسف وأبيه يعقوب وجاء موعد فاصل في حياة يوسف رأى يوسف أحد عشر كوكباً والشمس والقمر له ساجدين يوسف سيتحول إلى علامة فارقة في تاريخ الأنبياء والصالحين ويروي يوسف لأبيه رؤياه فيقول له يعقوب ما معناه يا بني عليك أن لا تروي ما رأيت لأحد ولا سيما إخوتك فيكيد لك حسداً منهم ولا تغفلن عن مكر الشيطان سيأتي يوم تكون فيه سيداً ووجيهاً بين الناس وسيتم الله نعمته عليك وعلى آل ياقوب كما أتمها الله على أبويك إسحاق وإبراهيم من قبل بأن جعل الإمامة والنبوة في ذريتهم لقد أبلغتكم عن رؤية يوسف وتفسيرها فماذا أنتم فاعلون؟ فقد كنت أتنصت إلى يعقوب ويوسف وهما يتحدثين لم أعد أحتمل يا رأوبين يجب أن نحسم أمر يوسف وكيف يتسنى لنا؟ إن كل شيء عند أبينا ليوسف وأخيه هذا صحيح لا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة ماذا علينا أن نفعل؟ نقتل يهودا كيف جرؤت على التفوه بهذا الكلام؟ نعم يوسف يجب أن يموت ترياث يا إخوتي ونبحث عن حل آخر غير القتل فإنه أمر شنيع فماذا تقترح أنت يا لاوي؟ يا رقيق القلب نطرحه أرضاً فيخلو لكم وجه أبيكم ونكون من بعده قوماً صالحين الرأي ما قال لاوي نطرح يوسف أرضاً بعيدة وبعد ذلك نتوب إلى الله ما رأيكم أن نبيعه لإحدى القوافل التي تمر من هنا؟ لقد نسيتم شيئاً يا أخوتي هل سيسمح لنا أبونا بأخذ يوسف منه؟ فلتذهب أنت يا لاوي مع رأوبين وتحاول إقنع أبانا باستحاب يوسف يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف؟ وتخشى عليه منا دائماً ونحن نريد له الخير ونحبه ونشفق عليه دعه يخرج معنا غداً يأكل ويشرب ويلعب كيف يشاء كما يلعب سائر الصبيان ولا تخف عليه من أي مكروه؟ قال يعقوب فيما معناه إنه لا يحزنني أن تأخذوه معكم لأني لا أصبر على فراقه وأخاف أن تغفلوا عنه فيعدوا عليه ذئب من ذئاب السحراء فيأكله إننا عصبة أقوياء ويمكننا أن نمنع عنه الذئب ولا إن أكله الذئب إننا إذاً لخاسرون يعقوب يحب يوسف لأنه كان يحب رحيل حباً كبيراً ليس هذا فقط يا زلفة ولكن يوسف صبي له جاذبية وله القدرة على الاستحواذ على القلوب والعقول معنى هذا أن أولادنا لن يكون لهم أي نصيب في يعقوب في حياته وبعد موته رفض يعقوب خروج يوسف مع إخوته دليل على تعلقه به يعقوب لا يأمن أبنائه على يوسف فهو يشك في حبهم له الأبناء في قلوبهم نار يا زلفة ولن يصمطوا على هذا الحب من يعقوب ليوسف لا أدري إلى أي نهاية سنصل يا بلها يا أمي إني أخاف على أخي يوسف أشعر بقلق عليه مسكين أنت يا يوسف وأنت يا بنيامين لا أدري لماذا كل هذا الحقد والغل طاب يومكما أمي أريد أن أطلب منك شيئاً وما هو هذا الطلب؟ تقنعي أبانا يعقوب بخروج يوسف معنا إلى الصحراء الصحراء؟ ولكنه ما زال صغيراً مستحيل أن يحدث هذا أبداً فأنا أخشى عليه من الضياع والموت لا أعتقد أن نبي الله يعقوب سيوافق على هذا أبداً ولهذا أريدك أنت أن تحاولي إقناعه لا أفهم لماذا تسرون على ذهاب يوسف معكم يا شمعون وأنا لا أفهم لماذا لا يأمن أبنا على أخينا يوسف يا نبي الله ما الذي يحدث لأبنائك؟ يا نبي الله اسمح له بالخروج مع إخوته حتى لا يقول الناس إن يعقوب لا يأمن على يوسف مع إخوته وإني أرى يوسف سعيداً وفرحاً بالخروج معهم لما لا تأمن إخوة يوسف عليه؟ ولما تفصله دائماً عنهم وتعزله؟ يقول يعقوب فيما معناه لو رأى يعقوب فيهم خيراً لما احتجزه عنهم فإني أرى ببصيرتي ما لا ترون ها هم أبناؤك يقبلون عليك يا يعقوب فلا تخذلهم يقول يعقوب فيما معناه الله شهيد بيني وبينكم يوسف اذهب مع إخوتك وعد سالماً إلى أبيك يعقوب وافق الأب تحت ضغط أبنائه ليتحقق قدر الله وتتم القصة كما تقتضي مشيئته خرج الإخوة ومعهم يوسف وأخذوه إلى السحراء واختاروا بئراً لا ينقطع عنها مرور القوافل حتى يلقوه فيها لعلها نهاية يوسف اليوم حتى لا يصير أبناؤنا عبيداً له وهو السيد عليهم إنني أنتظر حدثاً جللاً في هذه الساعات المقبلة لقد امتلأ القلب غلاً وحقداً ولابد له أن يستريح يا يوسف ترى يا بيلها ما الطريقة التي سيتخلص بها إخوة يوسف منها؟ لا تهمنا الطريقة المهم هو نهاية هذا الموقف لصالحنا لعل لي الآن تتضرع لكي يعود يوسف سالماً هو يوم فاصل في حياتنا وفي معركتنا مع يوسف بن يعقوب إن كيد الإخوة الأشداء لإخوتهم الصغار الضعفاء يحدث في كل زمان ومكان فما كيد إخوة يوسف له إلا نموزجاً يسوقه القرآن لتتعلم منه البشرية خاطبة فكم من إخوة ظلموا إخوتهم الضعفاء وحرموهم حقهم الشرعي خاصة في الميراث لسلطانهم وقوتهم ولكن سرعان ما يبدل الله الأقوياء ضعفاء ويمنح الضعفاء قوة ويقلب الأحوال ما بين الغنى والفقر والضيق والفرج بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا أراد إخوة يوسف التفريق بينه وبين أبيه بعد وسوسة الشيطان لهم بأنه أحب إلى أبيهم منهم فكادوا له واحتالوا على ذلك إنه الحسد الذي تحول مع تراكمه في قلوبهم إلى حقد أعمى بصيرتهم فاقترح أقلهم حقدا بإلقاء يوسف في ظلمات الجب بدلا من القتل أو الطرح أرضا يقصد من ذلك النفي والإبعاد كي يخلو لهم أبوهم فتزول عقدة الحسد والغيرة عنهم لقد اجتمع الإخوة على ضلال حقدا منهم على أخيهم الذي سيرث النبوة من بعد يعقوب لقد كادوا ومقروا ويمقرون ويمقر الله والله خير الماكرين لقد جاءت في سورة يوسف الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم صدق الله العظيم فهل هذا دليل على أن النساء أعظم كيدا من الرجال؟ لو تأمنا في سورة يوسف لاتضح لنا خلاف ذلك فآيات القرآن الكريم التي ورد فيها الحديث عن الكيد جاءت متعلقة بالرجال ولم تتحدث أي منها عن النساء إلا ما كان في سورة يوسف أريد أن أعرف أولا ما هو الكيد؟ الكيد في اللغة هو الخبث والمكر والكيد هو إخفاء ما يضمر الإنسان للآخر من فعله فالكيد إذن شيء مكروه أجل، الكيد صفة مذمومة إلا إذا ما اقترنت بالله ورسوله والأنبياء لأنها تكون آنذاك من باب ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وكيف كان كيد الله؟ كاد الله ليوسف أحسن كيد وألطفه وأعدله بأن جمع بينه وبين أخيه وكاد له بأن أخرجه من ضيق السجن إلى فضاء الملك وكاد له في تصديق النسوة ليوسف حتى شهدنا ببراءته وعفته واعتراف امرأة العزيز بأنها هي التي رودتها وتحقق ما كان يخشاه سيدنا يعقوب من كيد أخوة يوسف له وخاب كيد امرأة العزيز رغم أن كيدهن عظيم هذا الوصف جاء على لسان عزيز مصر حين تبين له صدق يوسف وكذب امرأته حقا، إن في قصص القرآن الكثير من العبر وفي هذه القصص أيضا طمأنة لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم يعانون في سبيل نشر دعوة الحق وكأنها رسالة إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن عناية الله ترعاه ولن تتخلى عنه جهزي معي الطعام والشراب لأخيك يا دينا كم أنا قلقة يا أمي لي أخاف على يوسف الصغير من وحشة الصحراء لن يكون إلا ما كتبه الله فالله هو الحافظ يا دينا لا أثق في إخوتي لا أثق بهم لن يحدث إلا ما كتبه الله هيا هيا جهزي الطعام والشراب للخروج أخيراً وقع يوسف في يدنا نعم أصبح فريسة سهلة لنا في الصحراء نفعل معه ما نريد سيخل لنا وجه أبينا ولن يكون يوسف سيداً علينا بعد الآن إذا أفلت منكم يوسف اليوم فلن يكون لكم غد سيكون الغد كله ليوسف أي غد سيكون لصاحب الأحلام ماذا تريدون فعله لقد اتفقنا لا قتل ماذا تقترح أنت يا لاوي نبيعه لإحدى القوافل المرة من هنا لا سنثير الشبهات لأنه ما زال صغيراً نلقيه إذا في بئر من الآبار التي تمر عليها القوافل عساهم يلتقطوه حسناً دعونا نسرع إذاً ولا نضيع الوقت انتظروا ماذا سنقول لأبينا عندما نعود بدون يوسف كان أبونا يخشى عليه أن يأكله الذئ فلنقول له إن الذئ قد أكل وهل سيصدقنا لابد أن يكون هناك دليل على صدقنا نخلع عنه قميصة ونلطقه بدم الشاه أجل عندها لن يشك أبونا في صدقنا هيا انزعوا عنه قميصة وألقوا في الجنة وأخذ يوسف يستعطف إخوته ولكن الحقد والحسد قد أعمى قلوبهم فلم ينسطوا إليه سامحني يا يوسف سامحني يا أخي ماذا بك يا لاوي لقد ارتكبنا جرماً عظيماً إنني بريء مما فعلنا أيها المنافق أصمت وإلا قذفنا بك لتلحق به كف عن هذا النحيب دعوه فبكاؤه ينفعنا هذا البكاء هو وسيلتكم إلى قلب أبيكم أجل تعلموا من لاوي كيف تبكون وامضوا إلى أبينا يعقوب لا لن نمضي الآن يا شمعون الوقت عار وسيرى أبونا يعقوب في وجوهنا قصة جريمة فلننتظر حتى يحل الظلام أنت محق فلننتظر إذن حتى يجينا الليل فلنضحك الآن أيها الإخوة وليكن بكاؤنا عشاءً يا أبانا إن ذهمنا لسنا بقوة تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب أين ابن أختي يوسف؟ أين ابن راحيل؟ كيف أكله الذئب؟ وأين كنتم؟ وهذا قميص يوسف ملطخ بدمه أكله؟ كيف؟ فلو أكل الذئب يوسف لما أبقى منه شيئاً هو إذا أكله لمزق قميصه فلم يعد سليماً هكذا يقول يعقوب فيما معناه يا له من ذئب حنون لقد فتك بولدي دون أن يمزق قميصه لقد أطعتم أنفسكم الأمارة بالسوء وكان الشيطان لكم ظهيراً يقول تعالى في ذلك السياق قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صدق الله العظيم إذن علينا أن نبدأ في البحث عن يوسف فيوسف لم يأكله الذئب فلنذهب للبحث عن أخي يوسف نبحث عنه في كل مكان فلننتظر حتى الصباح فالوقت ليلاً سنبحث عنه ليلاً ونهاراً حتى نجده هيا هيا شعلوا النيران في المشاعل هيا يوسف أجبني يا حبيبي يوسف أين أن؟ أخي يوسف يا يوسف يوسف أين أنت يا يوسف؟ لا أدري ما الذي يمكن أن يحدث لي إلا بيعود يوسف مرة أخرى حسناً لقد كرت ثامنتني أمه ورحيل عليه ليت أني أعرضت خروجك للصحراء يا يوسف لقد ضاع يوسف ضاع يوسف سمحيني يا شقيقتي لقد فردت في تلك الأمانة ولم أحافظ عليها لا أعرف ماذا أقول لقد انتهيت أشعر أنه ليس للحياة مطاق بعدك يا يوسف يا حبيبي يا ولدي أين أنت يا يوسف؟ يعقوب قد زهد في كل شيء يا زلفة بعد فراق يوسف هذا ليس غريبا يا بلهم فيوسف كان كل شيء في حياتي عقوب هو لا يكف عن البكاء ليل نهار حزين يتألم ولا يشتكي لم أكن أتوقع كل هذا كأنه كابوس لم تطهر قلوبنا ووسوس لنا الشيطان فحدث ما حدث يا ليتنا ما فعلنا هذا الآن نندم بعد فوات الأواء كان إلقاء يوسف في البئر هو بداية الرحلة التي ستغير وضعه الموعود به من خلال إخوته الذين سعوا للخلاص منه فوضعوه على عتبة المجد عندما ألقوه في الجب وتحقق حلم يوسف في النهاية عندما أصبح وزيراً وسجد له أبواه وإخوته وحينها قال يوسف لأبيه وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقاً لقد أخبر الله نبيه يعقوب بنهاية القصة قبل أن تبدأ من خلال رؤيا يوسف الصغير إنه التدبير الإلهي لأنبيائه حقاً إن قصة يوسف هي أحسن القصص وأعظمها كما نص القرآن الكريم فقد قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم يؤمنون شكراً للمشاهدة شكراً للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر الضوء